مهمة جديدة تقود مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى إيران في محاولة لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبي قال في بيان إن جوسيب بوريل سيزور إيران خلال اليومين المقبلين للقاء زعمائها ولديه تفويض قوي من وزراء خارجية الاتحاد للمشاركة في حوار دبلوماسي مع الشركاء في المنطقة لتهديئة التوتر والسعي لإيجاد فرص حلول سياسية للأزمة الراهنة وعلى رأسها الاتفاق النووي معنا من باريس صحفية مارين آي أهلا بك سيدة مارين معي في برنامج المساء سيدة مارين هناك جهود أوروبية لكن اليوم الجميع يسأل لماذا في هذا التوقيت بالذات هناك جهود أوروبية هناك متغيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأيضا توتر كبير بين الاتحاد الأوروبي وإيران على موضوع الاتفاق النووي والبرنامج النووي كيف تقرأين هذا التوقيت وأبعاده وأهدافه أيضا؟ أعتقد أن هذا يعود لكون هذا الاتفاق يقوم على العديد من الأشياء والاعتبارات من بينها الشركات والاستثمارات الأوروبية مع إيران وهذا الاتفاق كان دوفي عنه من قبل فرنسا وأيضا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وكان هناك في ذلك الوقت في ديريكا موغيريني هي التي كانت وقعت هذا الاتفاق في 2015 باسم الاتحاد الأوروبي كانت تلك حجر الزاوية وإلى الآن هناك قناعة بأن هذا الاتفاق يمكن أن يضمن المصالح التجارية والاستثمارية لأوروبا والآن هناك أمريكا خارج هذا الاتفاق ومن يتعلق بهذا الاتفاق هم الأوروبيون الذين يؤمنون بهذا الاتفاق ويؤمنون بأن هناك طريقا ديبلوماسية وحلا سلميا وسياسيا لهذا الاتفاق سيدة مارين البعض رأى فيما يحدث أن بريطانيا أصبحت تدور في فلك الولايات المتحدة بشكل قوي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وبالتالي الآن هناك رؤية مصالح بالنسبة لبريطانيا وبالنسبة لاتحاد الأوروبي مع الجانب الإيراني هل هذه المقاربة صحيحة؟ وما طبيعة التي ستقدمه أوروبا للجانب الإيراني خصوصا مع الضغوطات الداخلية والعقوبات الأمريكية؟ أعتقد أنه بالأساس البريطانيون أكدوا أنهم مع إعادة سياغة الاتفاق بوريس جونسون قال ذلك مسبقا نعم أن تمحق وضع بريطانيا حاليا داخل أوروبا وخصوصا بالمقارنة مع الوزراء الثلاثة للخارجية الذين وقعوا هذا الاتفاق في بيين من بين هؤلاء هناك بريطانيا الآن أصبحت أقرب بكثير إلى أمريكا وهم قالوا أنهم مع إعادة سياغة الاتفاق هذا من جهة ثانيا وهم سيكونون أقل انخراطا في هذا الاتفاق باسم الاتحاد الأوروبي لأنهم لم يعودوا من ذلك الاتحاد الأوروبي الآن بعد البريكزيت الأمر اختلف ولو أن الإجراءات ما تزال في طور التنفيذ والآن الهدف ليس ضغط على إيران وإنما منع الانتشار للأسلحة النووية وهناك أهداف أخرى وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية مثل بنود أخرى خاصة بالبرنامج الصاروخ الباليسي وكذلك دور إيران في المنطقة كل هذه الأشياء أمريكا تريد أن تجعل الأوروبيين أن خارطون معها أكثر في هذا الاتفاق الأوروبيون لا يختلفون جدريا مع أمريكا لكن يختلفون عن الطريقة والمقاربة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الطريقة الوحيدة هي الضغط الأقصى وخنق النظام الإيراني وربما إذا أدى هذا إلى سقوط النظام الإيراني فهذا أفضل بالنسبة لأمريكا أما موقف أوروبا فالأمر مختلف هناك تقليد ديبلوماسي يقوم على المفاوضات ونحاول أن نجد محاورا من إيران حسن روحاني سيدة مارين رغم كل العقوبات الأمريكية الهائلة التي تطبق على إيران للجلوس على طاولة المفاوضات ربما إيجاد تفاقية جديدة للقضية والملف النووي لكن هذا لم يجزي نفعا باعتقادك هل هذا يرجح كفة الجانب الأوروبي في مساعيه في تفكيره باعتقادك إلى الآن هما فكروا مسبقا منذ الرابع عشر من يناير كل الوزراء الثلاثة للخارجية الذين وقوا على اتفاق إيران نوي في فين قالوا إنه يجب أن يتم وضع آلية فض النزاع على الطاولة لأن هناك العديد من الانتهاكات من إيران وإذا لم يتفق الأطراف الموقعون على هذه الاتفاقية يمكن إعمال وإنفاذ هذه الآلية بطبيعة الحال هناك تدابير عديدة وليس واضحا كيف سيفعلون هذه الآلية ولذلك هم يؤكدون ويجددون التأكيد على التفاوض إثارة وإنفاذ هذه الآلية لا يعني أنهم سيفعلونه مباشرة وإنما أيضا أعتقد أنه سيكون مثار نقاش السيد جوزيب بوريل إلى تهران قريبا ربما سيطلب الأوروبيون أن يكون مجلس الأمن معنيا في هذا الأمر ويرجع إلى مناقشة مسألة إمكانية إعادة فرد العقوبات من قبل مجلس الأمن وتطبق من قبل الدول الأوروبية كما تم الاتفاق عليه قبل 2015 والتي رفعت في 2015 الأوروبيون أعلنوا مسبقا أن ذلك قد يحدث وأن هذا الخط الأحمر قد يصبح مطبقا ومنفدا إذا وصلت إيران تسرفتها إذن الأوروبيون يحاولون أن لا يصلوا إلى هذه النقطة الحمراء ويحاولون أن يمروا عبر الحوار السياسي داخل اتفاق فينا وهم تمسكون به من أجل أن يجعل إيران تعود إلى طاولة المفاوضات وحتى تتوقف عن تلك السلوكات وكذلك محاولة حيازة سلاح النووي حتى يكون لها زيادة لتخصيف اليورانيوم سيدة مارين البعض قال مع خروج الولايات المتحدة بشكل أحادي من هذه الاتفاقية أظهر ذلك ضعفا أوروبيا كبيرا في التعاطف مع أي ملف دولي هم لم يستطيعوا تعويض الجانب الإيراني بأي شيء ورأينا تداعي هذه المسألة أليس الجانب الأوروبي الآن في أضعف حالاته أليس يعني هو لا يستطيع العمل بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية وبشكل منفصل لا أعتقد أن هذا موقف ضعيفا وإنما هو موقف ما بين الطرفين أعتقد أن الأوروبيين حاولوا أن يبقوا شعرة معاوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل أن يمنع إيران من حيازة السلاح النووي لذلك في رأي الموقف الأوروبي قد يبدو ظاهريا غير قوي لكن هو يعكس أن الأوروبيين مع السلام ومع عدم التصعيد وفي نهاية المطاف هم يقفون في الوساط وهذا جيد حتى لا يكون هناك فرص لتصعيد ولذلك حتى لا يكون هناك حيازة للسلاح نو من قبل إيران سيدة مارين هناك أيضا عقوبات ضخمة أمريكية على الداخل الإيراني يعني هي تضغط على الجانب الرسمي ولكنها تضغط على الداخل وربما تسبب أكثر من ذلك يعني البعض يتوقع أن يكون هناك تغييرات كبيرة الجانب الإيراني لكي يعمل مع الجانب الأوروبي يجب أن يتم تعويض الجوانب الاقتصادية هل يستطيعون فعل ذلك؟ ما الذي ممكن أن يقدموه بغيار الآلية التجارية التي لم تثبت فعاليتها؟ في الواقع آلية إنستيكس كانت ستسمح وتتيح للأوروبيين أن ينفسوا على إيران اقتصاديا في مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية وكانت هذه الآلية ستتيح التجارة ما بين إيران والأوروبيين للأسف هذه الآلية كما أنها أجهضت بسبب الضغط الأمريكي ومن الصعب في الواقع معرفات إلى أي مدى ستنجح وتنجع هذه الآلية بعد تلك العرقيل والصعوبات وبطبيعة الحال هي لا ترضي النظام الإيراني ولا تخرجه من أزماته الاقتصادية لأن هناك العديد من الشركات التي غادرت من إيران وكانت مستعدة للبقاء في إيران لكنها خافت من العقوبات الأمريكية وبالتالي انسحبت لذلك من الصعب تنفيذ آلية إنستيكس وهذا يصعب على الأوروبيين وإيران لكن الآن البعض يقول سيد مارين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان الغازل الأمريكي مع جانب الأوروبي والاتحاد الأوروبي بسبب وجود بريطانيا الآن هي خرجت ألا تعتقدين الضغوطات الأمريكية على الاتحاد الأوروبي وأيضا مسألة الحرب التجارية والاقتصادية وربما العملة وغيرها ستتفاعل الآن بطبيعة الحال هذا سيعقد الأمور هناك العديد من المعطيات التي ستعقد العلاقات الإيرانية الأوروبية البريكزيت سيعقد الوضع على الأوروبيين فيما بينهم وكذلك ما بين الأوروبيين والإيرانيين هناك إجراء سيتم التخلي عنه الآن والأمور ستتغير في المجلس الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي لكن سيكون ذلك بتدريج لن تعد بريطانيا نهائيا وبشكل كبير عن السياسة الأوروبية ربما يمكن لأوروبا أن تبقي بريطانيا معها في العديد من القضايا والمواضيع بالنسبة لحرب العملات في نهاية المطاف بريطانيا لم تكن جزءا من اليورو ومنطقات اليورو بالتالي هذا الوضع سيستمر دون تغيير وبنسبة لموقف بريطانيا وقربها لأمريكا هذا كان منذ وقت طويل كانت دائما بريطانيا مختلفة عن ألمانيا وعن فرنسا وأقرب إلى أمريكا وهي الآن أصبحت في نفس وضعها وربما هذا سيحتد أكثر بعد البريكزيت شكرا لك من باريس الكاتبة الصحفية سيدة مارين آي شكرا جزيلا لك شكرا لك